تحقيقات الاتحاد الكرة قال إن بكرا هيعلن عنها أو هيعمل اجتماع مجلس الدولة طارق عشان اتحقيقات في هذا الأمر تتوقع أو معلوماتك هتوصل لحد فين اتحقيقات دي والنتائج بتاعتها تبقى بكرا في اجتماع طارق الاتحاد الكرة والتحاد الكرة أعلن رسمي إنه هو في تحقيقات شغالة وهي يتم استعراض النتائج بكرا ولكن رقم واحد إقالة لجنة الحكام بتشكيلها الحالي باستثناء الكابتن عزب حجاج دي معلومة أكيدة؟ آه خلاص إقالة لجنة الحكام بالكامل باستثناء الكابتن عزب حجاج هو اللي مكمل هيدقوا سهل اللجنة مؤقتا؟ ربما يدخل معا الكابتن وجيه أحمد هما الاتنين يكملوا لغاية انتخابات اتحاد الكرة ما تحصل خلاص بفضل شهر بالزبط فما فيش يعني فيش تغيير بالمعنى الحرفي هيحصل إلا بعد انتخابات اتحاد الكرة فالاتنين هيديروا اللجنة وطبعا يعني الكابتن عزب حجاج يعني والدكتور عزب يعني صاحب تاريخ كبير جدا في التحكيم وكمان الكابتن وجيه أحمد ماشي فدكر الأول إقالة لجنة الحكام بكامل معدك كابتن عزب حجاج وربما تقول الكابتن وجيه أحمد في اللجنة بالزبط القصة بقى فيها تحقيقات مين اللي سر بالتسجيل الصوتي خرج إزاي ممكن يصل الحد إلى موضوع الحد شطب المتسبب في هذا الموضوع كل ده كلام بكرة هيكون مطروح أمام هل ورد انه يبقى في عقوبة معلنة على طاقم التحكيم وغرفة الفار طاقم التحكيم يعني ما اعتقدش انه هيكون في عقوبة عليه خاصة بالتسجيل لأنه يعني مش عايزة استسني حد لكن أكيد أي طرف في الموضوع ممكن يكون هو اللي طلع التسجيل لكن في النهاية أنا بستبعد انه حد يكون منطقم التحكيم هو اللي طلع التسجيل الصوتي لكن في النهاية تحاد الكرة هيبحث وراء الموضوع وفيه تحقيقات كمان في النيابة كابتن محمد عادل حكم الدولي كان موجود في النيابة النهاردة امتدت الجلسة لساعات طويلة جلسة استماعه وقدم بلاغاته في الأشخاص اللي هو بيختصمهم وفي النهاية الموضوع منظور أمام النيابة هنشوف هيو صورة اشتركوا في القناة